شيع أهالي قرية النبي صالح غرب رامالله جثمان الشهيد الطفل محمد التميمي والذي ارتقى أمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال وكان الطفل التميمي قد أصيب برفقة والده مساء يوم الخميس برصاص قوات الاحتلال في رأسه فيما تعرض والده لإصابة في كتفه أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز جيش الاحتلال والمقام على مدخل القرية لم يغب مشهد استشهاد الطفل محمد الدر الذي قضى أبانا لانتفاضة الثانية عن ذهن مروى التميمي وهي تنتظر وصول جثمان طفلها محمد لتودعه بقبلاتها الأخيرة عقدان بين المشهدين استشهاد الدر والتميمي لكن القاتل واحد وطريقة تنفيذ الجريمة أيضا واحدة فكل الطفلين تعرضا لإطلاق نارا برصاصات الاحتلال وهما في حضن والديهما بطالب في محاكمة دولية لأنه أنا حرمت بيتي نهينة لما أنا كنت قاعدة بأمان وسلام وأنا وابني ألاعب في ابني وفجأة أشوفهم برتشوا قدامي ارتشوا قدامي زوجي وابني أنا بطلت أتحمل يعني أنا بكوّف حالي كرمال زوجي وابني ابني لما عمره ثمن سنوات مبارح ما قدر يفوت بيتنا سيارتنا زوجي ما قدر يركب فيها أنا بدي محاكمة دولية بكفي ظلم بكفي إرهاب رصاص متفجرا طال الطفل محمد ووالده بينما كان داخل المركبة في ساحة المنزل اخترق الرصاص رأس محمد ليستشهد بعد أربعة أيام من إصابته ليخرج الاحتلال برواية كادبة تزعم أن الجندي قد أخطأ في التعرف على المستهدف أنا بوثق الأحداث في القرية من بداية الألفين وعشرة تلك الليلة لم أرى همجية بالشكل في الإطلاق النار والغاز والمطاطة والإسفنجي بهذا الشكل الهمجي باتجاه الناس كان يتم الإطلاق على كل شيء يتحرك على أي شباك ممكن حدا يضود البيت ويطفي كانوا يستهدفوا الشباك طفل يشيعه أطفال هكذا ودعت قرية النبي صالح شهيدها الصغير بجنازة تنافس فيها الكبار والصغار على حمل نعشه هكذا تعيد قصة محمد التأكيد مجددا على بشاعة الاحتلال وسجله الحافل بجرائم اختيال الأطفال فمنذ بداية العام الحالي قتل 28 طفلا من قرية النبي صالح قضاء رام الله آية الخطيب رؤيا هدمت جرفات الاحتلال منزلا تعود ملكيته لعائلة شريتح في قرية المزرعة الغربية غرب رام الله بحجة عدم الترخيص وكان مستوطنون قد استولوا على المنزل قبل شهرين عبر وضع الألم الإسرائيلية فوقه ومنع أهله من الوصول إليه شهريا أجل المستوطنين حطوا فوق علم وخيمة وخلعوا البواب ودخلوا وكعدوا في الدور صاروا المغرب ينزلوا يصلوا ويخرب شو يغنوا مش عارف إيش في البيت السعاد الشريتح لم يستفق من صدمة استيلاء مستوطنين على بيته في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله قبل شهرين ليستيقظ صبيحة اليوم على خبر أصعب اليوم الصبح الساعة سبعة ونصبت الصلفية جاري بقول لي فيه جيش ومستوطنين وشرطة عند البيت ومعهم جرافة اجيت طلعت عليهم بقول لهم شو بتسوي قالنا نهدم البيت بقول لي طب ليش دك تهدم البيت هذا بيتي وهي اللي وراك معي أخذت له اللي وراك معي بقول لهم يعني هذا بيتي أنا ما بدي نهدم قالوا للبيت مش قانوني فيش فيه ترخيص والمستوطنين كعدوا فيه وإحنا عشان نطلع المستوطنين مننا نهدم البيت إحاطة القيد باليد تحيط أربع مستوطنات بالمزرعة الغربية قادمة نصف مساحة القرية البالغة 13 ألف دنم فيما شرع مستوطنون مع صبيحة اليوم بإنشاء المستوطنة الخامسة بمنطقة حراشة جنوب القرية صارنا الجبات رحات جات وينزلوا المستوطنين يضربوا على الدار حجار ويخلع على البواب ما نكون إحنا في الدار نكون بره دار يخلع الباب ويدخل جوه يخرر بكسر لكن البواب الشبابيك مكسرات من جوه أنا لما أجي بلاك المستوطنين لأنهم فتحوا شارع في أول الأرض الأرض سد نمات فتحوا شارع لما نيجي إحنا بس نمرو كمروك من الأرض بنزلونا المستوطنين وبلشوا في نظر بحجار شوارع وبؤر استيطانية تقام عنوة دون اعتبار لأي عرف أو قانون تمهيدا لجعلها أمرا واقعا ومستوطنة كبرى بعد أسابيع يقابلها بيوت تهدم وعائلات تشرد من قرية المزرعة الغربية شمال غرب رمالة المحتلة أسيل سليمان رؤيا يحط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحاله في السعودية في زيارة تستمر ثلاثة أيام هي الأولى منذ أن قررت الرياض وطهران استئنافى علاقاتهما الدفلوماسية في اتفاق رعطه الصين يأتي ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه السعودية خصما آخر لواشنطن وهو الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو في اليوم الذي تعيد فيه سفارة طهران فتح أبوابها في الرياض يزور عدو آخر لواشنطن السعودية ألا وهو الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا تبيعها بيان لوزارة الخارجية السعودية لم يفصح عن الكثير قد يكون للتقارب السعودي الإيراني برعاية صينية مبررات وضرورات وحتى فوائد للإقليم وذلك رغم العداوة بين واشنطن حليفة الرياض وطهران وقد تعتبر عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وحضور رئيسها بشار الأسد قمة جدة أمرا طبيعيا في سياق عروبة دمشق وما آل إليه النزاع بعد عقد من الزمن كما أن حضور الرئيس الأوكراني فولودمير زلنسكي تلك القمة رغم ابطعاض بعض القادة العرب قد يكون مفهوما لكن سلسلة المفارقات استمرت ولم تتوقف عند هذا الحد زيارة مادورو تزامنت مع أخرى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين حاملا معه ملفات عدة ليناقشها مع المسؤولين في الرياض وذلك بعد كلمة أوقاها أمام منظمة إيباك المؤيدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي قبل يوم من الزيارة بلينكين دعا في كلمته الرياضة إلى تطبيع العلاقات مع تل أبيب وحذر طهران من امتلاك سلاح نووي مؤكدا في ذات الإطار أن كل الخيارات مطروحة لضمان ذلك إن رفضت إيران سلوك طريق دبلوماسية لدى الوزير الأمريكي الكثير لبحثه في السعودية على مستوى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ولطالما جمعت الجانبين علاقة تاريخية وتحالف دائم لكن أبواب السعودية اليوم تبدو مفتوحة أكثر من أي وقت مضى لمن يرغب في كسب ودها بعيدا عن عباءة واشنطن اختتمت في المملكة العربية السعودية فعاليات برنامج إثراء القراءة اقرأ في ظل مشاركة العديد من المثقفين والمفكرين العرب لا صوت يعلو فوق صوت المعرفة هذا جدال المشاركين وهذا نهجهم أنا أقرأ وأنت إقرأ ليصبح الكل قارئا وأدى الخفاض ميزانية النشرين إلى تصعيب عملية النشر ككل مما أدى إلى هوة ثقافية مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء اختتم فعاليات برنامج إثراء القراءة اقرأ وسط مشاركة العديد من كبار الشخصيات من المثقفين والمفكرين العرب أنا أتسور يعني على الأقل يتوجه نحو القارئ العربي لأن هذا مجتمعه أو الكاتب العربي لأن هذا مجتمعه هاي ظروفه هاي حياته أيضا يعني التي يجب أن يعطيها القمة التي تستحق هذا من حيث المبدأ لكن بس كمان على هذا الكاتب العربي أن يمنح للقارئ ما يثير فضوله أيضا يعني للأسف نحن مؤسساتنا ما بتشتغل بشكل كويس يعني في أغلب الأعام هي مؤسسات شوية معطلة يعني أنه يعني هو فيه إنتاج أدبي بس الإنتاج الأدبي لحاله ما بيكفي أنت بدك تخلق آلية بحيث أن القارئ يأتي نحو هذا الإنتاج الأدبي وهي طبعا يرد لها زمن ويرد لها ظرفيات أخرى تفاعل جماهري وندوات وحفل يليق بالحدث ظافر بعده بلقب قارئ العام العراقي زين العابدين المرشدي وذلك باختيار لجنة التحكيم فيما ظافر المشارك سفيان البراق من مملكة المغرب بلقب قارئ العام بحسب تجربة الملتقى وبتصويت الجمهور حصدت بلقيس الصولان من المملكة العربية السعودية اللقب استغاث بالشجر الذي يطرد ضفاف الأنهار سأله أن يهمس لهم بسر طمأنينته الأبدية مسابقة إقراء بهدف تعزيز فكر القراءة لدى الشباب العربي تحظى بمتابعة واسعة واهتمام كبير يمكن البناء عليه وتعزيز الفكرة عربياً بين الأوساط الداعمة للثقافة والقراءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر